موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الفاضلين تحظى العادات بأهمية وجدانية كبيرة لدى الشعوب وتتفوق العادة عند بعض الأمم على الدين بحيث تصوغ وعي الأفراد والمجتمعات وتصوراتهم وليست المجتمعات المسلمة اليوم استثناء في حضور العادات والتقاليد في حياتها فماذا عن العادات في التصور الإسلامي وما علاقة العادة بالدين تأثيرا وتأثرا وأي نتائج سلبية على الشرع والمجتمع حينما تتفوق العادة في تأثيرها على أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد نبحث فيها موضوعا ذا شأن لكل شعب وفي كل مصر بل وفي كل بيت وفرد أعني العادات وعلاقاتها بالإسلام نلتقي بعد هنيها عن العادات في الميزان الإسلامي يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بكم أستاذ المشاهدين والأستاذ قهر منهجيا نحن ابتداء حتى ندخل إلى الحلقة نحتاج ابتداء أن نتعرف على معنى العادة وكيف تنشأ في الشعوب عادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالعادة هي الشأن اللازم المتكرر من فاعله بدافع ذاتي أو خارجي من غير اعتمال ولا تمعقل فكأنها أصل في العمل مجردا عن كل أثر خارجي ما معنى هذا الكلام؟ هي من التكرار والملازمة صارت جزءا من فكر أصحابها ومن أعمالهم تأتي بلا استدعاء كأنها تأتي بلا استدعاء فلذلك تصير عادة أما إذا كانت تستدعى فهذا ليس عادة هذا يعني حال أو شأن منقطع أو مذن يأتي بالاستدعاء والاستحضار فهو ليس عادة هل يمكن قولنا العادة فعلا غير واعي بناء على هذا الكلام؟ يعني تقترب من هذا تقترب من هذا المعنى حقيقة يعني أنها تأتي بلا استدعاء من كثرة الملازمة لها والتكرار لها كأنها تأتي بلا استدعاء كالنوم عند النعاس والاستيقاظ والأكل والشرب والسلام عند اللقاء مثل هذه الأشياء وهذا الاستدعاء قد يكون ذاتي قد يكون أمر ذاتي هو الدافع وليس المستدعي الدافع قد يكون أمر ذاتي مثل قضاء الأوطار الأوطار والأكل والشرب والطريض وهذه الأشياء وقد يكون الدافع إليها أمر خارجي مثل الغضب والرضا وهذه الأشياء والسلامة والشرور فإذا كانت العادة مضطرضة ولازمة في الفعل فهي في هذا الحال تسمى عادة ولذلك نظر إليها الشرع نظرة عظيمة عظيمة القدر جليلة القيمة لماذا؟ لأن لها أثر على أفعال الناس وعلى معتقدات الناس وعلى أقوال الناس فلابد أن تقلم أظافرها وأن تهزب أشواكها وأن يروض جنونها وأن يقر الصالح فيها ويطرد الفاسد منها فلذلك الشرع نظرة إليها هذه النظرة لما لها من أثر على الأفعال وعلى الأقوال وعلى حياة الناس ومعاشهم فسيطر عليها وهيمن عليها لكن لم لم يعني لم يخاصمها إنما خاصم الفاسد منها ولم يصارعها في كل ميدان إنما صارعها في ميادين الفساد والشرور وأوجب على الناس أن يلتزموا بهذا ومن ثم تكلم في هذه العادة أنواع من علماء الإسلام منهم المختصون بعلم الكلام والفلسفة وتكلموا على عادات الأشياء هل هي تجري بنفسها أو بأثر خارجي النار تحرق بخصية الإحراق فيها فعادتها الإحراق أم بقوة خارجية منها السيف يقتل بخصية فيه الرزق يأتي بالسعي أم بالتسبب والتكسب أم بقوة أخرى في الحقيقة اضطربوا اضطرابا فاسدا فمنهم من يعني من أقر أثر العادة في أعمال الأشياء ومنهم من نفاه ونفى بالتالي الأسباب المسببات والعل والمعلول وهذه الأشياء والحق الذي يعني نعتقده وأدين الله عز وجل به أن الله تبارك تعالى خدق الأشياء كلها وهداها سبيلها قال ربنا تبارك وتعالى ردا على لسان الفرعون المتأله قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا فهذا الحيوان وهذا النبات وهذا الإنسان هذا كل الخلق إلى وظيفته التي خلقه من أجلها وهيأه لها وأعطاه أسبابها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا فأعطى الثعبان كيف يمشي وكيف يأكل وكيف يشرب وأعطى الإنسان كيف يعيش وكيف يأكل وكيف أشرب وكيف يتناسل ويتكاثر كل شيء خلقه الله هداه لمهمته هذه الهداية سماها بعض الفلاسفة قوة خارجية وسماها بعضهم عادة وسماها بعضهم ولكننا نسميها أن الله عز وجل أنها من خلق الله وأنها تكون بقدر الله ومشيئته وقد تتخلف حينما لا يأذن الله بها ولذلك لم تحرق النار إبراهيم لماذا؟ لأن الله أمرها أن تتخلف فيها قوة الإحراق هنا فلذلك قول إن العادة في الأشياء مضطرضة لماذا جعلها الله مضطرضة؟ لماذا؟ لتستقيم حياة الناس بها وقد تتخلف وتخلفت أن مريم عليها السلام أنجبت بلا رجل والأصل أن العادة أن المرأة لا تنجب بلا رجل لكن العادة هنا تخلفت لماذا؟ لأن الله شاء هذا حتى يثبت للناس طلاقة القدرة وأنه سبحانه وتعالى لا يحد عمله شيء ولا يوقف قدرته شيء الصنف الثاني من الناس هم الأصوليون تكلموا على العادة وهل هي من مصادر التشريع أم لا ووضعوا لها ضوابط أن تكون مضطرضة لا تخالف الشريعة ووضعوا لها عدة ضوابط في الحقيقة وقالوا العادة محكمة وحكم العادة فيما لا نص فيه شرعا مثل مثلا مدة الحيض والنفاس مثل البلوغ سن البلوغ مثل الرد بالعيب مدة الرد بالعيب كم هي؟ يعني مسائل كثيرة في كفارة اليمين كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم فاعتبر هنا لله تبارك تعالى عادة الناس مرجعية في هذه المسائل لأنه لم يقرر شاء ألا يقررها شرعا سبحانه وتعالى وتركها إلى عادات الناس أيضا ممن تكلم في العادة علماء الفروع وتكلموا فيها فيما يجوز وما لا يجوز في المشروع منها وغير المشروع في السنة والبدعة وتكلم في العادة علماء التربية والتهذيب والسلوك رضي الله عنه الجميع فتكلموا فيما العادة المشروعة فأقروها في الناس وفي العادة الممنوعة فأوجبوا على الناس حربها ومطاردتها حتى تخرج من معاشهم وحياتهم وعلى هذه الأخيرة مدار هذه الحلقة دكتور لكن ثم تداخل في بعض المصطلحات ذات الشأن في هذا الموضوع يعني العرف العادة التقليد هل هي مترادفات بمعنى أنها تختلف في المبنى وتتفق في المعنى أم ثم تتباين ذات الشأن في هذا الأمر العلماء في الحقيقة اختلفوا في هذه المسألة هل العرف والعادة شيء واحد أم بينهما تفاوت فمنهم من فرق ومنهم من قال لا فرق فالذين قالوا لا فرق قالوا العرف والعادة والسنة شيء واحد والتقليد إنما فرقوا التقليد أنه هو محكاة مجرد محكاة إنما العرف والعادة والسنة قالوا هو شيء واحد لكن الأمثل أن يضاف إلى الله السنة سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل فلذلك إنما العرف والعادة هو الشيء المضطرد بين الناس والذين فرقوا قال إذا اتطرد بين الجماعة والأمة صار عرفا وأما إذا اتطرد بين العائنات وبعض الأفراد صارت عادة فهذا هو الفرق لكن أنا لا أراه شيئا يعني نعم يعني أفهم من كلامك دكتور بحسب ما سقطها قبل قليل من أن الإسلام ابتداء يقر وجود العادة عند الناس طبعا ولا يرفض ذلك لا العادة الإسلام لا يحاربها إنما يحارب الفاسد فيها ويقر العادة عند الناس يعني يرضى بالصالح منها ويشرعنه يلبسه لباس الشريعة فتصير جزءا من الشريعة لا حرج في الإسلام الإسلام ما جاء يصادر أعمال الناس إنما جاء يقومها جاء ليقوم أعمال الناس ومعتقداتهم ومعاملاتهم وأقوالهم وأقوالهم جاء يقوم هذا فالصالح يقره والفاسد يطرده لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل دكتور محمد يعني بشكل العام يعني كيف تنشأ العادة عند الناس وعند الشعوب مدام كل شعب من الأمم عنده دين عنده ثقافة عامة فمن أين تنشأ العادة؟ العادة تنشأ إما كما ذكرت في تعريفها إما بدافع ذاتي أو بدافع خارجي الدافع الذاتي إن الإنسان حينما ينعس ينام حينما يجوع يأكل حينما تربوية السلوكية أنا أقصد العادات السلوكية العادات السلوكية غالبا تنشأ بالموروثات يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا هذا هو من موروث الناس لكن كيف نشأت أول مرة في المرة الأولى نشأت هكذا بالاعتياد يعني نشأت أربما بالحاجة بلا افتعال جاءت بلا افتعال ولذلك تكون عادة إذا جاءت بلا افتعال إنما إذا جاءت أول مرة بتقرير عقلي أو تقرير منطقي أو تقرير دلالي فأول مرة لا تكون عادة إذا لازمها الإنسان وورثها عنه أبناء صارت عند الأبناء عادة نعم نعم هذا يستلزم الحديث عن أنواع العادات وموقف الإسلام أو هذه العادات في الميزان الشرعي نبحثه بعد قليل فاصل قصير ومن ثم نواصل الحديث ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن العادات وموقف الإسلام منها والحديث دائما في هذه الحلقة مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر نجدد الترحيب بكم دكتور مرحبا بكم أستاذ المشاهدين من العادات ما يقرها الإسلام ومنها ما يرفضها الضابط الذي عليه يتوقف هذا الأمر القبول أو الرفض عادات الناس في الحقيقة كثيرة منها ما يتعلق بالعقائد بالأقوال بالأفعال بالزيارات باللقاءات العادات اللقاءات الأسرية اللقاءات الاجتماعية الاقتصادية عادات الناس كثيرة في الحقيقة في البيع والشراء فمنها الذي وافق الشريعة أقره الله تبارك وتعالى ومنها الذي قال فالشريعة نأخذ مثلا مثال في الزواج في حديث السيدة عيشة في الصحيح لما قالت الإسلام حينما جاء وجد أنواعا من الأنكحة عند الناس مضطرضة فمثلا كان عندهم زواج الناس اليوم أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ويمهرها ويتزوجها على هذه الشروط المتفق عليها أقرها الله تبارك وتعالى لكن أقرها على الكتاب والسنة فخرجها من العادة الموروثة إلى الشريعة ثم كان عندهم نكاح آخر يسمى نكاح الاستبداع كان الرجل يرسل امرأته إلى أحد الشرفاء والأكابر يضاجعها حتى إذا حملت منه عادت إليه إن شاء جمعه وإن شاء لا إنما كان يصنع هذا نجابة الولد يعني رجاء نجابة الولد وبعضهم نكاح آخر كان يسمى نكاح الرايات ونكاح الراهط نكاح الراهط تدخل المرأة عليها عشرة أو أقل من الرجال يضاجعونها فإذا حملت ووضعت استدعتهم جميعا لا يتخلف منهم واحد إلا إذا مات شوف حكم العادة هنا قوي إزاي لا يجوز له وتلحق الولد بمن شاءت من العشرة أو الأقل لا يستطيع أحدهم أن ينكره كذلك نكاح الرايات كانت المرأة تنصب على بيتها راية يضاجعها كل من شاء فإذا حملت ووضعت استدعتهم جميعا ونسبت الولد إلى من تشاء منهم أيضا عندنا أيضا كان نكاح المدعى كان موجود نكاح المتعة كان موجود فالإسلام أقره قليلا ثم نسخه ثم أقره ثم نسخه ثم صار منسوخا إلى يوم القيامة كما جاء في حديث علي وحديث سبرة الجهني في الصحيحين وأيضا كان عندهم نكاح الشغار نكاح الشغار أن ينكح الرجل امرأته بنته أو أخته لرجل آخر على أن ينكحه الآخر بنته أو أخته تبادلا بلا صداق هذا أيضا من أنواع النكاح التي حرمها الإسلام وجرمها وما أبقى إلا نكاح اليوم النكاح الناس اليوم الذي هم عليه أيضا كان عندهم التبني منتشرا نعم فيعني حرمه الإسلام كان عندهم أيضا استرقاق الحر من غير الحرب فيعني بالسطو بقطع الطريق فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ورجل باع حرا وأكل ثمنا فمنهم هذا الذي باع حرا أي أخذه من الطريق وهم لصوص أو شطار أو نحو هذا إنما في الحرب لا في الحرب أبقى الله عز وجل الاسترقاق في الحرب والجهاد إنما في غير ذلك حرمه الإسلام أيضا كان عندهم أن المدين يسترق بهذا لا قهل الإسلام وحرم هذا وقال بل فنظرة إلى ميسرة وأوجب إنظاره إلى الميسرة وأما يسترقه كان عندهم عادات في الحقيقة كثيرة منتشرة في العالم كله قال الله تبارك تعالى عنها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي عن ضلالهم حتى تأتيهم البينة فلما جاءت البينة نسخ الله عز وجل نسخ أي لغا كل هذه العادات السيئة وأبقى منها الصالح وأقره كالشجاعة والإقدام والإكرام مثل هذه الأشياء هناك من العادات ما هو الآن في في واقعنا الراهن ما هو مخالف لإحكام الشريعة أضرب لك مثلا في ذلك عن ذلك قضية مهور النساء يعني هي في الدين هو مال المرأة وحقها لكن صار عرفا بين الناس وعادة أن يتصرف فيه الوالد كيف مشى وهذا منتشر في كثير من الدول هو السؤال كيف يستقر هذا العرف في وجود أحكام الشريعة ويأخذ كل هذه القوة هو إذا بالتوارث هو أخذ هذه القوة وأخذ هذا الحكم بالتوارث وسكوت البنت عن حقها طب صار مسكوتا عنه في المجتمع هل هذا يدخل في دائرة المكروه أم المحرم لا هو من حق البنت قد تتنازل عنه لأبيها إذا تنازلت بدون تنازل إذا تنازلت لا حراج أما إذا استولى عليه الأب بدون تنازل وبدون إذن من البنت هذا لا يجوز هذا حرام هذا لا يجوز نعم يعني حتى لو أحيانا كثيرا هذه قضية مهمة دكتور وعندنا عادات كثيرة في نعم مثل هذه الأمثال أحيانا يعني يلجأ يضيق عليها بحيث أنه حياء أنه تتنازل لا لا يجوز له أن يأخذه بسيف الحياء ولا أن يأخذه بحقه كأب ولا أن يأخذه بأي حق كان هذا حق المرأة عندنا التبرج والاختلاط والدخان المنتشر في بيئات كثيرة شرب الدخان يعني واستحلال العلماء له أو بعض العلماء له هذا أمر يعني أمر خطير جدا الاختلاط واستحلال كثير من الناس له التوسل بالأموات ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة التبرك بالصالحين هذه مشكلة كل هذه من المشاكل التي اعتادتها طوائف من الناس بلا مستنى شرعي في الحقيقة بلا مستنى شرعي وينبغي عليهم أن يراجعوا أنفسهم في هذا فلا يوجد في الدين لا يوجد في ديننا جواز التبرك بالصالحين هم قاسوا التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قياس خطأ قياس مع الفارق لأنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لنبوته وليس لصلاحه هذا مبحث عقدي نحن نريد أن نبحث ما من العادات أيضا نعم لكن دكتور يعني ثم تتدخل الآن بين الشعائر الإسلامية وبين العادات مثلا الحجاب والصلاة في كثير من الأحيان هي تكون عادة كيف هنا تضبط الأمر يعني كيف يحكم على هذه الشعائر بأنها تؤدى كعادة أو أنها تؤدى كشعيرة إسلامية هو إحنا ليس عندنا مشكلة أن تكون الشعائر عادات عند الناس ليست مشكلة بالعكس نحن ينبغي أن نمرنا أنفسنا ونمرنا أولادنا ونمرنا حولنا أن يعتادوا الشعائر لا أن يميتوها لا أن يميتوها هذا والفارق إنما الشعائر إذا كانت عندنا عادة ستجدوا ناخسا ومنقصا عليك ولو واما داخلك إذا فردت فيها أو قعدت عنها لكن قبل أن تكمل دكتور هنا نقطة مهمة أنت قلت بأنه لا بأس بأن تؤدي الناس شعائر الإسلام على سبيل العادة لكن أنت قبل أن قلت بأن العادة تأتي بلا استدعاء بمعنى أنه يحق يقوم بالشعيرة بلا وعي ولا إدراك وغياب ربما ما أنا قلت بشرط أن لا يميتها بشرط أن لا يميتها إذا كانت عادة صارت جزءا من فكرك وجزءا من حياتك وجزءا من تكوينك الثقافي وجزءا من عقيدتك بل جزءا في معاشك هذا مخالف لتعريف العادة الذي أوردته في مستهل الحلقة يعني إيه العادة هنا من التعود فقط إنما ليست واستدعاؤها يكون بسبب خارجي بسبب السبب الشريعة إنما العادة الممقوتة إنك إنت مثلا أما بتلاقي حدي بتسلم عليه هذا عادة تأكل تشرب هذه عادة لكن عادة ميتة ليس ماتت فيها الروح وماتت فيها المعاني وماتت فيها المقاصد فأصبحت يعني بالضربة والميران والمراس صارت جزءا من حياتك بلا معنى إنما عندنا في الشريعة نريد فعلا من العبادات أن تنقلب عادات عند الناس يتعودونها بمعنى أن تكون جزءا من فكرهم الثقافي ووعيهم الديني ومعاشهم أن تكون جزءا من تكوينهم حتى البدن والجسد إنما لا تكون ميتة لا تكون ميتة إذا كانت ميتة صارت عادة ممقوتة إذا كانت ميتة يعني الصلاة إذا أذن المؤذن خلاص أنا تعود أقوم أصلي أحضر نفسي وأذهب إلى المسجد أصلي وأعود أشاهد التلفاز وأشاهد البرامج الفاسدة وأشاهد الراقصين والراقصين هذه عادة إذا هذه عادة ممقوتة لأنها ما غيرت فيها شيئا هذه عادة فاسدة لأنها لم تصلح عندي شيئا هذه عادة ميتة أنا أديتها كأداء الموات صارت يعني صارت مسخا ولا روح لها ولا وجود لها في حياتي ولا في معاشي ولا أثر لها على نفسي ولا على أخلاقي ولا على عقائدي إذن هذه هي العادة الممقوتة يا أستاذ جهد وهذا ينبغي أن يكون واضحا عند إخواني المشاهدين أيضا العادة الممقوتة أي التي لا أثر لها تؤديها وهي ميتة هي ميتة وأنت فيها هي ميتة لا روح لها وأنت تحيا يعني بينها إنما العادة عندنا التي نريدها العادة التي تضبط عاداتك التي تضبط مشاعرك التي تضبط أفكارك التي تضبط صوراتك وأنا سميتها هنا عادة بلا حرج عندي لأنها من العود من التكرار واللزوم وليس وهي تفقد من العادات الممقوذة معنى الموات لأن هذه عادات لها روح وجُعلت قرة عيني في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي تمرًا تمرًا وداوم واستمر هذا فيه معنى العادة لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا إنما هذه الصلاة تمسكن وتخشع وتذلل فالإنسان يقف بين يدي الله متمسكن متخشع متذلل منكسر لربه تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا قضيت الصلاة ولم تنهك عن الفحشاء والمنكر فتلك عادة ميتة إنما إذا كانت تنهك عن الفحشاء والمنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه يوماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوح أنها عادة حية وليست عادة ميتة إذا كانت العادة ميتة هنا يعني من ناحية فكرية أو من ناحية شرعية هل يحبث لمرتكب هذه العادة من من يصلي بلا أن تكون لها أثار في الواقع هل يحبث له أن يترك هذه العادة أم يواصل؟ لا طبعاً لا يترك لا لا يترك إنما عليه أن يصحه عليه أن يصحه ألا يسيء للدين مثلاً في هذه ثم تمن يقول يعني هو لا يسيء للدين بهذه الحالة؟ لا هو لا يسيء للدين هو يفقد حقيقة الدين في نفسه إنما هو لا يسيء للدين لن يسيء للدين أبداً إنما هو يفقد حقيقة الدين في نفسه ولذلك قالوا لما اعترضوا على شعيب أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني هي تأمرك بهذا الصلاة هم يستنكرون عليه أن الصلاة تأمرهم أن يتركوا عبادة الأوثان وأن يفعلوا في أموالهم ما شاءه الله قالوا ما علاقة هذه علمانية قديمة ولذلك العادات والمورثات حينما تنفصل عن الدين هذا مراد العلمانية إنما مراد الله تبارك وتعالى أن يجعل العادات والشريعة لحمة واحدة بحيث أن الشريعة تبقى عادة لكنها عادة حية تسعى في الأرض عادة يقضة تؤثر وتوجه وتحاسب وتناظر وتراقب عادة لماذا هي عادة لأنها صارت جزءا من فكري فلذلك كانت سفيان الثوري يقول إي والله تأمر وتنهى الصلاة إي والله تأمر وتنهى تأمر وتنهى لأنها عادة شرعية مختلفة عن عادات الناس عادات الناس عادات ميتة إن أنا إذا التقيت بالأستاذ جهد سلمت عليه وصافحته إنما المسلم إذا لقي أخاه صافحه وسلم عليه وبش له وبش له صحيح واستحضر معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحة حتى الذنوبهما هو يفعل لهذا إنما غيره لماذا أفعل هذا هو لا يدري لماذا يفعل يا أخي أنا تعودت على هذا أنت تأكل لأنك جائع أما المسلم يأكل صحيح حينما يجوع لكنه يأكل بمعنى آخر أو لمعنى آخر أو لمقصود آخر طيب دكتور ذكرت نقاط حقيقة مهمة لابد أن أسألك أحيانا كثيرا ناس يدفعون زكاة أموالهم وهي يجب أن تذهب إلى مصارف الزكاة لكنه حتى يسقط الإثم عنه فيعطيها لناس ويقول لهم وزعوا على الفقراء والمحتاجين ألا ينبغي أن تكون أن تحقق الزكاة هنا مقاصدها أن يتحرى صاحب المال على المصارف أين تصل الأموال وإلى آخره يعني نفرق هنا بين العادة والعباد كل مرة يعني تنكأ جراحي ببعض أسئلتك هذه الأسئلة لا جواب لها في الحقيقة وهذه إشكالات ليس لها حلول يعني أقصد صاحب المال ألا ينبغي أن يتحرى عن المصارف ليس لها حلول لأن صاحب المال ينبغي أن يأخذ منه الإمام الزكاة وهو الذي الإمام هو المسؤول عن الزكاة أخذا وعطاء أما أنا كصاحب مال وهذا هو الراجح والصحيح في الدين أما ما قاله العلماء إن المزكي هو المسؤول عن ماله هذا قالوه حينما غاب الإمام الراشد فقالوه يعني من باب إيجاد الحلول هذه حلول لا يعني أنت تصنع حلولا لمسائل ليس لها حلول إلا حلا واحدا هو إيجاد الإمام فالزكاة من الأمور الاقتصادية التي يقوم عليها الإمام جباية وتوزيعا ولذلك عمر الله يرضى عنه ويحسن إليه وخطاب ابن عبد العزيز كلاهما وأنا سأقول وحفيده وحفيده عمر بن عبد العزيز يعني لما جابوا الزكاة من الناس وأخذوها وجلبوها منهم ما وجد فقير يا شيخ في المجتمع ولا النصارى حتى ولا حتى أهل الكتاب صحيح النصارى أو يهود لماذا لأن الدولة هنا أمينة دولة أمينة أمينة على الشريعة وأمينة على أموال الناس وأمينة على الفقراء وهي تراقب رب العالمين تبارك وتعالى ولذلك هذه دولة منصورة دولة مسعودة دولة موفقة مرشودة مهدية أما فيما سوى ذلك حينما يقول للناس إن رب المال هو المسؤول عن ماله هذا إسقاط لبعض حقائق الدين بأن إنما ينبغي أن نقرر الحكم الشرعي نعم كما هو أن المسؤول عن عن الزكاة هو الإمام فإذا غاب الإمام إذا غاب الإمام هنا حديثنا هو ليس له بديل فلا تستبدل فيه الشريعة يعني لا يدفع الزكاة؟ لا يدفع هو يدفع هذا سؤالي دكتور هو هذه القضية الآن الإمام غائب ورجل عنده فائض من الأموال مستحق للزكاة يجب أن يدفع الزكاة طيب يدفع الزكاة أنا سؤالي هو أن الزكاة هي عبادة وشعيرة صح تحولت عند الناس إلى عادة بمعنى أن أنا فائض أموالي أعطيه لمن يوزعه على الفقراء من غير أن أتحرى حقية هؤلاء الفقراء وأن تصل إلى مصاريفها الحقيقيين ألا يتحول هذا الفعل تعبدي إلى عادة عندي فقط أريد أن أسقط ما علي من إثم أنت إذا أعطيتها لبعض الناس سواء كانوا صالحين أو غير صالحين أو كذا أنت أسقطت عنك الحق الشرعي لكن لا تؤديها على الوجه الصحيح يجب أن تتحرى هي حتى لو أعطيتها لأمنا لا تؤديها على الوجه الصحيح أيضا لكن بقدر ما تستطيع بقدر ما تستطيع أن تتحرى بنفسك عن المصارف عليك هو أنا الذي يعني يحيك في صدري أنني لا بد أن أقرر لهذا المزكي أن الذي تفعله سواء أعطيته لأمين أو لغير أمين ذهب إلى مصدره أو إلى مأمنه أنت ما أقمت شرع الله في نفسك أيا كان إنما نحن كل ما هنالك نقول لك ما قرره الله للمضطر أن يأكل الميتة يعني أفهم من كلامك هذا أن هذه الأموال الزكاة بدلا من أن يدفعها إلى هؤلاء الناس ينبغي أن يصرفها في وجه أخر يؤدي إلى إقامة الإمام مثلا نعم طيب هذا يقودنا إلى الحديث عن علاقة التأثر والتأثير يعني بين العادات والدين يعني كيف يمكن أحيانا أن تكون العادة هي المهيمة على الدين العادة مهيمة على الشريعة نعم بمعنى أن الدين وتصورات الناس تخضع لمنطق العادات مثل قضية التصرف في أموال المهر هذه مثل من عشرات الأمثلة والتبرج والتبرج مثلا يعني صار الدين هو الذي يتبع العادة كيف تنشأ هذه الظاهرة دكتور يعني تأثيرا وتأثرا هذه العلمانية هذه العلمانية أن تقدم آراء الناس وفلسفاتهم ومورثاتهم وعاداتهم على شريعة الله تبارك وتعالى وأن تكون هي الحاكمة هذه العلمانية والناس في الحقيقة تعيش هذه العلمانية معيشة يعني ليست حديثة إنما هي قديمة ومتجذرة في حياتهم وهذا تم بفعل لتغييب الإمام فلذلك ينبغي على المسلم الفرد هنا أن يتنبه أن لا يقدم بين يدي الله ورسوله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا كما نهى الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا يتقدم عندك على الشريعة شيء ولا تفترض على شرع الله شيء أو شيئا ولا يعني يكون لأي شيء سلطان على كتاب الله وشريعته فلذلك ينبغي على الفرد هو أن يحرر هنا عقيدته وفكرة وتصوره عن الإسلام فالتبرج إذا اعتادته الناس يعني كلهم لا ما ينبغي لهذه المرأة أن تقلد هؤلاء الساقطات ولهؤلاء الفاسقات لا لا ينبغي هذا وعليها أن تعلم أن هؤلاء فاسقات ولا حرج عندنا من هذا الوصف الشرعي إنما التحرج من الأوصاف الشرعية وإسقاطها على الناس هكذا هذا يولد هواناً في الشريعة للشريعة في نفوس الناس فيتجرؤون على مخالفتها ويعتدون تركها وهكذا فلذلك ينبغي مثلاً هذا الرجل الذي يأخذ مهر ابنته ويستحله بلا إذن منها أو يستحله حتى بسيف الحياء هذا لا يجوز فعليه أن يترك هذه العادة السيئة ويعلم أن ذلك حرام المدخن الذي يدخن ولو قال له كل الناس هذا حلال يجوز سيظل الحرام حراماً ولو استباحته كل أهل الأرض ويظل الحلال حلالاً ولو امتنى عنه كل أهل الأرض فلذلك ما ينبغي للعبد أن يقدم على شرع الله شيء موروثاً أو سواء كان موروثاً أو عادةً أو إلفاً أو معروفاً بينهم اعتادوا لا فلذلك على العبد أن يحرر هذه التصورات أولاً أولاً أن يحرر التصور عن الإسلام أولاً وقبل العمل أولاً قبل العمل إنما مشاكل الناس تحدث من ماذا أنا أذكر مثلاً بعض الإخوة جاءني وقال لي والله هذا الولد رضع من هذه البنت وتزوج بها منذ عشر سنوات وأنجب فقلت له ينبغي التفريق فلم يفرق واستمرت حياته رضع منها من أمها من أمها رضع من أمها أنا قلت من أمها ولم يحدث التفريق واستمر الزواج لماذا هل لأنهم استحيوا من الناس لا تدري أو ربما لهوا أو لهوا نعم يعني لا تدري من هو الذي يجعله أن يضاجع أخته دكتور يعني الآن هذا الحديث سيقودنا إلى الحديث عن الآثار المترتبة على تغيان العادة على الدين أو تحكيم الدين للعادة ومن ثم كيف يمكن أن يعاد الناس إلى الدين بحيث يكون ممارستهم لشعائرهم نابعة من وعي ديني شرعي وليس من عادة لا تحقق مقاصدها لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل أخير ووقفة أخيرة ومن ثم استكمال لهذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم دكتور يعني بالنسبة لعندما يعني يحدث التداخل بين عادات الناس وبين أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها في هذه الحال كيف يمكن أو أي نتائج سلبية أو شرعية أو مجتمعية تترتب على هذا التداخل وتترتب على تفوق العادة على أحكام الشريعة وأخلاقها والله إذا تفوقت العادة فعلا على أحكام الشريعة تحدث إشكالات كبيرة جدا عند عقائد الناس وعند معاشهم وأعمالهم وأقوالهم أولا في عقائد الناس أنهم يقدمون المورثات والعادات على قول الله عز وجل وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم وننظر مثلا إلى الصحابة لما كانوا يعتدون الجلوس في الطرقات فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات فقالوا ما لنا بد منها يا رسول ليس لنا بديل لا بد أن نجلس قال فإن كان لابد فأعطوا الطريقة حقا فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني قبل منهم عدم البديل فقوم العادة وفرض عليها شروط وقيود الإسلام فقال أعطوا الطريقة حقا قالوا وما حق الطريقة يا رسولنا قال ردوا السلام وكفوا الأذى المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه العادة بقيود الشريعة طيب إذا كنا لا نستطيع أن نقيد العادة بقيود الشريعة يبقى تخلع العادة يعني مثلا المرأة المتبرجة تقول أنا لا أستطيع أن ألبس الحجاب يا ستي هذا لا علاقة له بالطاقة أو بالرضى أو بعدم الرضى هذا فرض وأمر الله عز وجل وليس له بديل في الدين يعني لن نستطيع أن نضع له بديلا إنما النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس في الطرقات وضع له بديلا أو قياده أيضا عندنا اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم في العادات الناس التي يعني ألفوها واعتادوها في العقائد وفي الأقوال في العبادات في العلاقات الاجتماعية والأسرية في التواصل فيما بينهم في مسألة العادات أحيانا قد تلجأ تتحول عادة إلى بدعة وهنا يمكن أن يكون هناك نعم هنا في الأحكام في الأحكام نعم بل إلى محرم وهذا وارد كثير في الاختلاط وسلام الرجل على المرأة والمصافحة أردنا بعضا من الأمثلة أنا أقول الاختلاط بين الرجل والمرأة والمصافحة بل والأحضان والمرأة تأخذ الرجل في حضنها يعني هذه أمور ينبغي أن يعود الناس فيها إلى دينهم لا يصح أن يقدموا موروثهم على شرع الله تبارك وتعالى نحن لا نقول اقطعوا العلاقات إنما اضبطوا العلاقات لا نقول اقطع العلاقة بينك وبين الناس إنما نقول اضبط العلاقة بينك وبين الناس بشرع الله كما ضبط النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجالسين في الطرقات فعلهم هذا فمن أجل هذا ينبغي رقم واحد أن لا نقدم على الشرع شيء حتى تتحرر عقائدنا لأن من سلامة المعتقد من سلامة المعتقد أن لا يقدم قول على قول الله عز وجل مهما كان ولا على قول رسوله مهما كان أيا كان القائل وأيا كان الفاعل مهما كان قيمته ووزنه في الناس لا لا يقدم على قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فلذلك هذه الاستجابة فيها حياتكم أول أثر من آثار التقديم العداد على الشريعة فساد المعتقد فلابد أن يصحح الناس معتقدهم في أن الله لا يصح أن يقدم على قوله قول ولذلك يا سلام على مقولة الإمام الشافع الله يرضى عنه لما قال إن الله أجل إن الله أجل في قلوبنا أن نحب غير ما قضى أن نحب غير ما قضى مجرد الحب والهوى هذه مرتبة علية هذه هذه حقيقة شرعية ليست مراتب هذه حقيقة شرعية إنك أنت تحب ما قضى الله ورسوله نعم هذه قمة هذه حقيقة التوحيد لا تحب ما لا يقضيه هذه المراتب لا هذا فساد لا تحب ما يقضي به هذا فساد هذه ليست مراتب هذا يعني حرام وحلال فساد وصلاح فلذلك ينبغي أن نحرر العقائد ثانيا أن تحرر التصورات تحرر التصورات بمعنى إيش بمعنى يا أخي أنك لا تقدم على عادة أو موروث وارثته عن آبائك واعتدت فعله أو قوله إلا إذا وزنته بميزان الشرع ووجدت أنه لا يخالف شيئا في الشريعة إذا كنت لا أمتلك هذا الميزان اسأل إنما على الناس أن يتعلموا من العلم ما يصح به معتقدهم دكتور هي القضية الآن في السؤال يعني من يسأل إذا ما كان العلماء الآن يسخرون من البخاري كثير من العلماء ويسخرون من الحجاب ويسخرون من العلماء الأئمة مثل إمام الشاطبي وغيره في تاريخ الإسلام فمن يسأل المرء إلى من يلجأ هؤلاء العلماء الذين يظهرون الآن في الصورة أكثرهم ماذا يفعل المؤمن الذي لا يملك الميزان من يسأل كيف يذهب هذه واحدة الثاني أنت تحدثت في ماذا ماذا عليه أن يفعل يحرر التصورات يحرر العقائد يضبط عقائده وكذا الأخري السؤال لهم ربما كيف من الذي يقوم بهذه المهام والله سؤالك أجيها أستاذ جهاد لكن وهذا من طبيعة المرحلة التي يحياها المسلمون أن تضطرب أمورهم هكذا وأن تجد الناس يعني يتخبطون يمينا ويسرى فلذلك على المسلم أن يتحرى وأن يدقق في العالم الذي يسأله ويأخذ عنه دينه في الحقيقة قديما قال محمد بن سيرين رضي الله عنه إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فلذلك على المسلم أن يتحسس وأن يتدقق في العالم الذي يسأله ويأخذ منه دينه إنما العالم الذي ولذلك قال الشعب رضي الله عنه اثنان أضل الناس فجور العالم وجهل العابد يعني العالم إذا فجر صار آية في الضلال للخلق والعابد إذا كان جاهلا أيضا أضل الناس وإن لم يقصد لو أذنت لي دكتور هذه نقطة مهمة أيضا يعني أثارت عندي سؤالا لو نتحدث إلى عموم المسلمين يعني كثير من المسلمين يستسهل كثيرا في قضية السؤال عن دينه فيرى أي رجل أي رجل له لحية أو إمام مسجد فيسأله عن قضايا قد تتعلق بها مصيره في الآخرة فماذا عليه كيف عليه أن يتحرى ما القيمة التي ينبغي أن يحملها في اتجاه هذه القضية نجاته من النار ومن غضب الله عز وجل كما هو يتحرى في مصالحه الدنيوية للنجاة من الخسارة فعليه هو يعني يتحرى للنجاة من الخسارة يسأل التاجر الفلاني والخبرات والدكتور والمدرسة والجامعة يعني سؤال واحد قد يسأل فيه أكثر من جهة وأكثر من متقصص وبعدين يقولونه روح للدكتور الفلاني دكتور كويس لا 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 هو لا يحسن عمله ليس دقيقا طيب انظر إلى فلان ويبدأ يتحرى ولا يمل ولا يمل فلماذا في أمر فان في أمر فان والخسارة فيه يعني ليست خسارة يعني يعني مستدركة إنما الخسارة في الدين ليست مستدركة انت ستذهب إلى النار وقد تذهب إلى النار مخلدا لكن يقول لك أنا ضعف في عنق الشيخ لا أنت هو في النار إن شاء الله إلا أن يعفو الله بعيدا عنك دكتور إلا أن يعفو الله وبعيدا عنك إن شاء الله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار وإلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال ما عليه أنا اليوم أنا اليوم انظر إلى الضمير أنا والظرف اليوم ما عليه أنا اليوم وأصحابي فإذا كان هذا الشأن عليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وأصحابه رضي الله عنهم معه فلذلك إلزمه وهذا الحديث حديث متواتر وحديث يعني في غاية الصحة رغم أنف من طعن فيه لا هذا حديث متواتر تواتر لفظا ومعنا إن شاء الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تسعة من الصحابة منهم يعني على الأقل سبعة في دائرة القبول وطعن فيه ابن حزم وابن الوزير يعني بلا حجة ولا برهان نعم طيب دكتور بقي عندنا ثلاث دقائق في هذا الموضوع المهم والحساس الذي يهم كل مسلم ومسلم صغيرا كان أم كبيرا ماذا يمكن أن تقول في خلاصة هذه الحلقة تجاه للمسلمين لمن يشاهدنا في هذا الموضوع ثلاث دقائق أقول وبالله التوفيق إن العادة لا يمكن أن ينفكل إن مروا عنها لا يمكن له عادات في حياته وفي معاشه لا يمكن أن يخرج منها ولا أن يخلص عنها طيب ما العمل عليه أن يرقب عاداته فإذا كانت صالحة استبقاها وأحياها واستمر عليها كيف يكون وإذا كانت فسدة تركها وهجرها وأماتها وكيف يحيي الصالح منها وكيف يحوله إلى طاعة وعبادة حتى تكون حياته كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فتكون عاداته وعباداته على حد سواء يبقى أي طاعة لله وذكر لله ودوران في فلك الشريعة ودوران في بيدان المحاريب الإلهية التي نصبها الله لعباده حتى ولو كنت في بطن السوق ولو كنت في بطن البحور تكون عبداً وتصنع من تحت قدميك محراباً تعبد الله عز وجل فيه وإن كنت في وسط الحياة ومعترك الشوارع فالقيد الأول هنا استحضار النيات تستحضر النية فإنما الأعمال بالنيات تستحضر النية تأكل تشرب تنام تلهو تلعب تصلي تلبس الحجاب كل هذا إيش النية فيه الالتزام بشرع الله وتقديم طاعته على هواي على هواي وتقديم طلب مرضاته وطلب رضوانه على رضا نفسه النية الثانية المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج الدخول دخول قضاء الحاجة قضاء الأوطار كل هذا النبي له هدي في كل هذه المسائل حتى علمنا علم الخراءة كما قال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه فلذلك امتثال هدي النبي هنا في هذه الأعمال يجعلها ذكراً لله وطاعة له سبحانه وتعالى استحضار الأذكار قبل الطعام وأثناء الطعام وبعض الطعام استحضار الأذكار للدخول وللخروج وللنوم وليقضة استحضار الأذكار لقضاء الوطر مع الزوجة استحضار الأذكار لقضاء الحاجة للدخول للخلاء للخروج من الخلاء لمقابلة الأهل للصعود للنزول للركوب السيارة نزول من السيارة الوعي بالفعل الوعي بما نفعل بنية تعبدية أنت إذا لم كنت تعي لم تستحضر هذه الأشياء ولن تمتثل هديا النبي فيها إنما أنت ولذلك كان يسألني بعض الإخوة هل تقول دعاء الخلاء حينما تدخل أقول لهم نعم 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 ولذلك يستحضر الوعي هنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد على ما أفضت به في هذه الحلقة مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر والشكر موصول لحضراتكم على طيب متابعة دمتم في حراسة اللهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر